هل تتجه واشنطن لتهميش الرئيس هادي؟ هذا السؤال أضحى محط نقاش في الأرويقة الدولية ومثار استفهام في الصحف العالمية لكن الإجابة على هذا السؤال لم تحسن بعد فاللاعبون الرئيسيون يبحثون عن طرق لضعاف دور الرئيس اليمني وفق صحيفة وولي السيريتا الأمريكية التي أرجعت السبب إلى أن عواصم الدول الكبرى تجد في هادي عقبة أمام المباحثات التي يريد المجتمع الدولي عقدها مع الحوثين وبحسب وولي السيريت فإن الولايات المتحدة الأمريكية تخطط فعليا لفتح محادثات مباشرة مع الحوثين وتفسر الصحيفة هذا التوجه الأمريكي ضمن استراتيجية واشنطن لوقف الحرب لكنها تتطلع بأن تشارك السعودية معها في المحادثات التي ستاخذ الطابعة السرية إلا أن إدارة ترامب تشعر بالقلق من عدم جدية السعودية في وقف الحرب وتواجه الأخيرة ضغوطات أمريكية مكثفة لإقناعها بتبني الخيار الدبلوماسي المحادثات الأمريكية الحوثية المرتقبة والتي سيقودها سفير واشنطن لدى اليمن كريستيوفر هنزل تواجه كما تقول الصحيفة الأمريكية عقبات كثيرة منها تعين الحوثيين سفيراً لهم في إيران وصعوبة العثور على وسيط موثوق به بين واشنطن وميليشيا الحوثي هل يمكن أن تجرى هذه المحادثات الأمريكية المباشرة مع ميليشيا الحوثي؟ في واقع الأمر لقد حدثت من قبل في عهد إدارة أوباما حيث التقى مسؤولون أمريكيون بقيادات حوثية في عام 2015 وتجري الآن محاولات أمريكية لإجراء هذه المباحثات عبر سلطنة عمان لكن واشنطن ترغب بدخول الرياض فيها كطرف ثالث لتجاوز ما تسميه المحافل الدولية بعقدة هادي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر